على خلاف وتفكك القائمة العربية المشتركة والذهاب في ثلاث قوائم انتخابية عربية إلى الانتخابة الإسرائيلية المقبلة أغلقت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية باب الترشح لتلك الانتخابات التي ستجرى في الأول من نوفمبر المقبل ففيما خالت القوائم الإسرائيلية من أية مفاجآت فإن الأحزاب العربية تلقت صفعة قوية بعد انشقاق التجمع الوطني الديمقراطي برئاسة سامي أبو شحادي عن القائمة المشتركة التي تضم الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة برئاسة أيمن عود والقائمة العربية للتغيير برئاسة أحمد الطيبي دون أن يخلو ذلك من كيل الاتهامات كل للآخر كل واحد يعرض موقفه السياسي باحترام حجي مقابل حجي وأن ندعو معنى الناس إلى رفع نسبة التصوير هذا التفكك من شأنه كما يرى مراكبون أن يضعف التواجد العربي في الكنيسة فتشتيت أصوات الناخبين وعزوف نسبة كبيرة منهم عن التصويت قد يصب في صالح الأحزاب اليمينية المتطرفة نسبة المشاركة لن تتجاوز كما يبدو الأربعين وقد تنخفض بعض الانقسام الجديد وهذا قد يعني أن الأحزاب العربية ربما لن تجد لها تمثيل في الكنيسة فقط الاعتماد على عد أصوات اليهود في الكنيسة يعني أن اليمين سيتصدر بكل سهولة وفيما وصل عدد القوائم المتنافسة في الانتخابات المقبلة إلى أربعين قائمة فإن التوقعات تتجه نحو نجاح إحدى عشرة قائمة في دخول الكنيسة بينها قائمتان عربيتان وهما المشتركة برئاسة أيمن عودي والعربية الموحدة برئاسة منصور عباس على الرغم من مخاطر الذهاب العربي إلى الانتخابات في ثلاث قائمة بأن تزيد من فرص عدم اجتياز نسبة الحسم لأحدها وبالتالي ترجح كفة الأحزاب الأكبر وعلى رأسها الليكود إلا أن ذلك لا يعني حسب استطلاعات الرأي الأخيرة تمكن أي من المعسكرين المتنافسين الوصول إلى 61 صوتا لتشكيل الحكومة المقبلة في إسرائيل لقنواتي أبوظبي ماجد سعيد رام الله